السلام عليكم لأول مرة تجري هذه العملية اللي قررها وزير أول واللي تتضمن تنقية كل موانئ جزائر من الشرق إلى الغرب من الشوائب والفضالات والبقايا تعال الباوخة القديمة واللي تراكمت منذ الاستقلال هذه منذ 68 سنة ترى هذه الباقايا والإشلة البواخر والصيد وخاصة في موانئ الصيد مثل جزائر وبنهارون وفي بيجايا وفي الغازوات وكل موانئ اللي فيها مركبات الصيد قديمة تراكمت على الموانئ هذه فيها عملية ضخمة وهامة جدا تعتبر هامة جدا سنوبراشن دو دراقاش انتع ليبور هذا وهي مستمرة العملية في كل الولايات الساحلية وكل الموانئ انتع الجزائر العملية انتع تنقية هذه الموانئ من كما قلنا من الشوائب والبقايا انتع المركبات القديمة الزوارق القديمة والبواخر والبواخر كل ما هو غير مستعمل سوف يتم رفعه من موانئ اللي قلنا إذن العملية جد إيجابية وقد تنقي المظهر الغير لائق بتاع الموانئ انت وعنا اللي أصبح عندهم اللائحة والفوحة وكتير من الشوائب هذه وفي بعض الأحيان زيبالة يعني من الآخرين نقولها بكل صراحة زيبالة متراكمة على الموانئ حتى وللإنسان ما يقدر الشي يمشي فيها وهذه بادرة خير إن شاء الله تتعمم وسوف يعني في آماكن مثل مدينة الجزائر العاصمة المفروض ميناء الصيد انتع الميناء انتع الصيد اللي يوقع في المدينة يعني في مدينة الجزائر العاصمة هذا المفروض يتنحى من مدينة ويصبح الناس تجي ويكون فيها تكون فيها خدمات مقاهية مكان تسلية مكان الاستراحة مكان يعني الإنسان يجي يحوس يستريح مع الأولاد مع كذا مع العائلة أفضل من هذه البواخر بتاع الصيد هذي اللي ما عندها حتى فايدة لا تخدم المجتمع بل تخدم يعني مصالح ذيقة لأصحابها يعني المفروض هذه الموانئ تروح تخرج للمدن المجاورة وفيه موانئ كثيرة تاع الصيد في الموانئ المجاورة للمفروض لمدينة العاصمة خاصة العاصمة اللي عندها توراث معماري حضاري كبير يعني وعالمي المفروض المفروض الميناء انت على الصيد انت على العاصمة حتى الميناء انت على التجارة الكبيرة هذاك المفروض كل هالنشاطات هذه تخرج من مدينة تاع الجزائر وتخلي الفضاءات هذه للمجتمع المدني والمجتمع ككل يعني يكون فيها خدمات ويكون فيها مناطق تتوسع المناطق السياحية وتنقص الضغط على السياح اللي يجو للمدينة تاع الجزائر والزوار اللي يجو يوميا للمدينة تاع الجزائر تتوسع نحو الميناء ويكون فضاء التنفس متنفس جديد للسكان وزائري مدينة الجزائر ان شاء الله العملية هذه تكمل حتى النهاية وتتنقى كل الموانئ تاع الجزائر من هذه الشوائب والبقايا اللي تراكمت لمدة 60 سنة والله ولا تشوها كما يقول جيراننا المغاربة ولا تشوها في يعني وصمة عار يعني على المدن تاوعنا ان شاء الله يكون فيها خير والسلام عليك